ففالينسيا بأسوأ طريقة ممكنة تعرض اللعب الغيني مختار ديخابي لعب فريق فالينسيا الإسباني إلى إصابة خطيرة جدا خلال مواجهة فريقه أمين فريق ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 27 من الدور الإسباني الإصابة اللي حدثت في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة حدثت بعد تدخل غير متعمد من شاوميني لعب فريق ريال مدريد التدخل حدث داخل منطقة جزاء فالينسيا الذي كان صاحب الأرض في تلك المواجهة وبعدما عاد الريال مدريد النتيجة وسقط اللعب على الأرض بعدما تعرضت رجبته للالتواء بشكل صعب جدا بشكل عكسي بعدما سقط عليها اللعب الفرنسي دون قصد وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفراقين بنتيجة 2-2 والحد هنا يكون الفيديو خلص إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد